السلام عليكم ورحمة الله مرحبا متابعي قناة الأرباح في طريقة جديدة لربح من الأنترنت إن شاء الله اليوم وتلبية لأحد مطالب أحد المتابعين كما تشاهدون هنا إخواني نريد موقع مثل راد بابل يقبل دول عربية ولكي تفهموا أنني أهتم بالتعليقات الخاصة بكم أي شخص يريد أن نشرح له أي شيء سأقوم بشرحين هنا إن شاء الله سأقوم بشرح موقع بديل راد بابل وأيضا يقبل كل دول عربية تابعنا في هذا الشرح وكما نعلم أن طرق الربح من الأنترنت متلوعة وكل يوم تجد طريقة جديدة توجد طرق الربح من مواقع سواء مشاهدة الفيديوهات أو الربح من الأفليايت أو الربح من اليوتيوب من الكتابة كتابة المقالات من مواقع تقدم خدمات وأيضا توجد طرق للربح من اطباع حسب الطلب مثل موقع راد بابل أو الموقع الذي سنشرحه اليوم لكي لا ننطي إلى الفيديو اليوم سأعلمكم كيف ستعملون على موقع شبيه لراد بابل موقع جيد ستستطيع الربح منه وأيضا أنا لدي الكثير من المواقع شبيه لراد بابل إن شاء الله سأشرحها أو سأترك لكم رابط المقالة أسفل الفيديو فيها هذه المواقع كلها تدفع وصادقة مئة بالمئة وأيضا كملاحظة نحن المواقع التي نشرحها فهي صادقة مليون بالمئة اشتغل ولن تجد مشكلة في سحب الأرباح الخاصة بك جيد نتوجه لشهر الموقع الذي سنعمل عليه هو هذا الموقع كما تشاهدون تيب بي بليك الكثير يعرفه يتحصل على زيارات خاصة به 12 مليون زائر شهريا وسأريك الطريقة لتحقيق أرباح من هذا الموقع وكيف ستقوم بالحصول على التصاميم تلان هذه الطريقة تستطيع العمل بها إخواني مع جميع مواقع اتباعها حسب الطلب هناك من نشاهد إخواني 12 مليون زائر شهريا لهذا الموقع ومختلف زيارات تأتي من أستراليا ويونيت ستايد وكندا أستراليا ألمانيا يعني أشخاص هذه البلدان تشتريه من الأنترنت وتريد الشراء حسب طلبها أو تريد شراء المنتجات حسب طلبها جيد الموقع عندما تقوم بتصفعي ستجد الكثير هنا تقييمات في موقع تريست تريست بيلوت تقريبا تقييمات 4 على 4 وأيضا الموقع يقدم تصاميم جيدة كما تشاهدون وأيضا منتجات تصاميم توضع على منتجات سواء تي شيرت شيرت بايبي شيرت سويت الكثير من المنتجات ستجدها في هذا الموقع هنا الفرع التي يقدمها الفئات نحن يكفينا فقط بداية فتح حساب وسأريك الطريقة تابعني لأنني سأشرحها خطوة بخطوة الدخول أول شيء سنتوجه إلى الضغط على Create Icons سأقوم بفتح حساب أمامكم لكي تعرفوا طريق الجيل هنا قمت بوضع الاسم الأول اسم الثاني كل الدول يتم قبولها هنا الإيميل الباسورد ثم تعلم على هذا الخيار ثم Create Icons ثم ستقوم بوضع الإيميل بعد التسجيل ستقوم بوضع الإيميل تأتيك الرسالة تضغط الإيميل وتضغط على Resend Email Me هكذا جيد كما تشاهدون ستأتيك هذه الرسالة تضغط عليها وتقوم بضغط على Activate Now ثم تقوم بضغط على Log In هنا تدخل الإيميل الخاص بك وتقوم بدخول إلى الإيكون الأرباح ستتابعها منها Upload Design Icons وهنا Make 1000 هدية يقدم هذا الموقع إذا ضغطت هنا ستتوجه إلى بعض المطالب التي يطلبها الموقع أو الأعمال التي ستقوم بها للحصول على الربح نحن يهمونا الربح من هذا الموقع كيف سنربع تابع معي جيدا الخطوة التي ستحتاجها في كل الموقع موقع اتباع حصب الطلب تعود إلى الموقع الأصلي وتقوم بكتاء الضغط هنا في خانة البحث ستظهر لك إخواني Trending Search هنا الأشخاص في هذا الموقع يبعثون عن الكلمة المفتاحية الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخمسة الثالثة عندما تضغط على الخيال الأول وتضغط على بحث كما تشاهدون هذا هو التصميم الشائع أو Trend في هذا الموقع عندما تقوم بوضع زر فأرة هنا مرة أخرى سيقدم لك Sub-Niche Sub-Niche يعني Micro-Niche إخواني شاهد أشخاص يبحثون عن هذه الكلمة المفتاحية عندما تضغط هنا ستجد بحثات كثيرة وكثيرة لكن عندما تقوم بالضغط هنا يعني تقل المنافسة إخواني مثلا تختار وفيا هكذا هنا أنت ستستهدف تقوم بإنشاء تصميم لتيشيرت أو أي شيء فقط من هذه الكلمة لماذا؟ لأن نسبة هنا إخواني المنافسة قليلة عندما تستهدف كلمتين فالتنافس كثير لكن عندما تضيف كلمة وتجد أشخاص مثلا ألف أو مئة أو مئتين تستطيع التنافس فيما بينهم ماذا نفعل؟ نقوم بنسخ هذه الكلمة عفوا نقوم بضغط على Actualize أقوم بنسخ هذه الكلمة وأتوجه عفوا ماذا فعلت؟ توجه إلى متصفح البحث جوجل وهنا أقوم بكتابة نفس الكلمة المفتاحية وأضيف Victor لأشاهد التصاميم كيف يقوم إنشاؤها الأشخاص تابع معي جيدا لكي لا تحظى بغلق حساب أنا لن أخذ التصميم من هنا هنا أرى أشخاص كيف يقومون بعمل التصاميم كيف يضيفون لها كلمة مافيا كما تشاهدون مافيا بيل شاهد هذا التصاميم هذا التصاميم ماذا سنفعل؟ أنا سأترك لك هذا الموقع PNG و أيضا هذا الموقع وهذا الموقع وهذا الموقع وهذا الموقع يعني أكثر من موقع توجد ألف التصاميم إخواني لتعدل عليها ماذا ستفعل؟ نحن نحتاج مثلا كتابة هذه الكلمة هنا ستظل لك هذه التصاميم أيضا عند الضغط على دخول الموقع الثاني والبحث هنا وستجد تصاميم مختلفة تضغط على بحث ننطبق قليلا سنجد تصاميم شاهد هذا تي شيرت أعود إلى هذا الموقع أضغط على باست كما تشاهدون أجد إذا لم أجد تصاميم في هذا الموقع فالبديل يوجد أضغط على هذا الموقع باست قم بحث ما فيها لأنني أنا سأضيفها شاهد إخواني هذا هو التصميم كما تشاهدون تستطيع التعديل عليه هنا فقط سنقوم بحث الكلمة الأولى لكي يعطي لنا التصاميم ضغط هنا سيعطي لك التصاميم كما تشاهدون تستطيع التعديل على هذه التصاميم أيضا مثلا هنا وهذا الموقع أيضا سأقوم بالضغط على باست وحث هذه الكلمة والضغط على هنا تجد أكثر من 45 صورة في هذا الموقع يعني المواقع ستجد إذا لم تجد في موقع ستجد في موقع آخر يعني كثير من التصاميم كما تشاهدون الكثير من التصاميم بعد اختيار الصورة التي أعجبتك وتريد التعديل عليها فقط مثلا تضغط على هنا مثلا أعجبتك هذه الصورة وتريد التعديل عليها لا تقوم بوضعها كما هي تستطيع تحميلها بالضغط على free download على أي موقع ستجد خانة التحميل تضغط على الصورة وتحمل الصورة بطريقة بسيطة هنا كما تشاهدون أترجع إلى هذا البرنامج adobe photoshop portable تستطيعون تحميله هذا البرنامج فيه 80 ميجا اوكتي يعني خفيف جدا تستطيع العمل به أنا أقوم بعمل صور مصغرة بهذا البرنامج كما تشاهدون جيد ماذا سنفعل سنعود إلى موقع tip public هنا وأقوم بالضغط على upload or design أو upload art المهم الخيار الذي تريد هنا upload design you're new مثلا ستسميه هذا النفس السمية هكذا جيد أضغط على take وهنا أحمل drop one file png هنا تابع جيدا لماذا تعمدت العودة إلى هذا الموقع لأنك تحتاج إلى المقاييس 1500 في 1995 أو أفضل مقياس 5000 في 5500 جيد نحن سنقوم بعمل أفضل المقياس هذا هو أفضل مقياس أعود إلى photoshop portable أضغط على file new design أنتظر قليلا هنا سأقوم بكتابة 5000 في 5500 كما شاهدنا هنا 5000 في 500 design تستطيع الضغط تصير see or design guide يعني شاهد الدليل التحميل من هنا جيد هنا pixel pixel هنا transparent لأننا نريد تحميلها png وأضغط على ok جيد أول أقوم بتحميل الصورة بالضغط على file ثم open ثم أختار الصورة التي حملتها من الموقع وأضغط على over سأجدها هنا جيد أقوم بالضغط على هذا السهل وأسحب الصورة إلى المشروع الخاص به هنا png هذا هو المشروع الخاص به أقوم بوضعها هنا الصورة أضغط على control t control t وأقوم بتكبير بالضغط على shift وزر الفأرة الأيسر أسحب بدون نزال زر الفأرة إخواني لماذا؟ لكي يكون التصميم جيد هكذا مثلا هنا مثلا أضغط على ok من هنا وأضيف text مثلا سأقوم بكتابة mafia هنا أضغط على text وأضغط هنا أستطيع الكتابة هنا أغير المقياس مثلا إلى أستطيع كتابة مثلا 300 بيكسل جيد أضغط ok وهنا أقوم بالكتابة نسخ لسق للكلمة جيد أستطيع تكبيرها فيما بعد بالضغط على control t وتكبيرها كما أريد كما تشاهدون تدويرها هكذا هكذا مثلا جيد أستطيع وضعها هنا أو هنا كما تريد الجميع يتسائل الخط غير متناسق ماذا سأفعل؟ هنا أضغط على ok سأقوم بالتعديل على الخط كما تشاهدون أضغط على control z لأكبر الصورة وأشاهدها جيدا هنا لتعديل لون خط أضغط مرتين هنا زي الفأراء الأيمن ثم أختار strong كما تشاهدون هنا وأقوم بالضغط عليه مرة أخرى وأعدل مثلا strong هي هذه الواجهة السوداء سأكبرها لكي تعرف شاهد إخواني هذه هي strong إخواني تضيف اللون هنا نحن مثلا سنضع strong مثلا 40 جيد أو مثلا 35 وهنا اللون مثلا لم يجبك اللون الأخضر تستطيع تغيير اللون بالضغط هنا ثم اختيار اللون الذي تريد مثلا هذا اللون أوكي وأيضا تناسق أستطيع إضافة مثلا بعض اللون الأسفل في الأسفل كما تشاهدون جيد هنا أيضا تستطيع إضافة أي شيء تريده هكذا وهنا ثم أغير لون النص إخواني لون النص مثلا سأغلع نوع النص أضغط هنا وأختار النص الذي يعجبني شاهد مثلا هذا النص أو هذا النص أو أختار النص آخر أستطيع إختيار أحد من المصوص هنا مثلا sample sample هذا النص جيد أستطيع تبديل كما أريد هذا النص شاهد أظنه جيد ثم أستطيع الضغط على Ctrl T ولكن يجب أن يكون لوحة المفاتيح باللغة الفرنسية أو الإنجليزية هكذا هنا أضغط على OK فقط سأغير على اللون الأسود لم يعجبني strong أضغط مرة أخرى هكذا وأختار strong وأختار لون من هنا أغيره إلى لون أحمر أو لون أبيض لون أخضر أصفر جيد ولكن سأقلل من strong مثلا 20 5 اختار لون الذي توليد أوكي جيد أظنه جيد أضغط على past الآن أصبحت سميم جيد أستطيع إضافة أي شيء تستطيع إضافة مثلا مثلا أعجبك أحد الصور هنا أحد الصور هنا تستطيع إضافتها مثلا هذه الصورة أضغط عليها وأحملها بالضغط على free download والآن يتم تحميلها مباشرة أستطيع إضافتها إلى الرسم هنا هنا سأقوم بمسح هذه فقط وأضغط مرة أخرى على file open ثم أختار الصورة والضغط على over والآن أضغط على هذا الخيار ثم أسحبها إلى التصميم الخاص بي هنا هذا هو التصميم الخاص بي أو تستطيع إضافتها هنا شاهد أصبح تصميم جيد ماذا أفعل أضغط على file ثم لتحميل التصميم أضغط على save كما تشاهدون save as وأختار من هنا إخواني png png format أقوم بتسمية التصميم وأضغط على on register يتم تحميل التصميم بالضغط على ok كما تشاهدون يتم تحميل التصميم أود إلى موقع tpublic والآن سأحمل التصميم بالضغط هنا click here وأختار التصميم الخاص بهذا وأضغط على over جيد أنتظر إلى أن يتم تحميل التصميم كما تشاهدون ونتوجه إلى الخطوة الآتية كما تشاهدون إخواني بعد تحميل الصورة التصميم سيضار في t-shirt هنا كما تشاهدون كل شيء جيد كل شيء جيد فقط tags و supporting tags و design title سنقوم بوضع هذا الاسم ونقوم بإضافة 2022 هنا description تستطيع العودة إلى هنا مثلا عندما بحثنا على تصميم اختر أحد تصميم وشاهد tags التي يتم إضافتها والوصف أضغط على هذا تصميم ثم سأجد tags في الأسفل كما تشاهدون هنا هذا تصميم جيد هنا tags و customer tags مثلا سأخذ بنسخ copy اقوم بوضعها في خانة tags الخاصبية جيد هنا فقط يشبه عليك وضع الفواصل copy و كمعلوم عندما تضع tags الأول تقوم بالضغط هنا ستظر لك عدد من tags تضيف ها هكذا جيد مرة أخرى سأقوم بنسخ tags الثاني copy اقوم بوضعها هنا فاصلة واضغط على past وهكذا اخواني وفي الخانة الثانية من التصميم فقط قم بكتابة الحرف الأول من التصميم الخاص بك سيظهر لك هذه الكلمات مثلا football اضغط مرة أخرى اختار bills جيد اوضيف مثلا jose allen اوضيف تصميم وماذا جيد اضفت كل هذه الكلمات الآن هنا هذا الخيار نقوم بالضغط على الناو هنا تستطيع تغيير الألوان كما تريد كما تريد جيد تستطيع تكبير من هنا التصميم وتصغير هكذا او هكذا كما تشاهدون تستطيع تعديل كما تريد هنا اخترت كل الألوان كما هي كل منتجات تصميم خاص بك جيد فيها كما تشاهدون تصميم جيد ثم اضغط على i have read and agree ثم اضغط على publish choose color هنا سنختار على color فقط لكي يظهر مثلا سأختار white وهنا مثلا red black جيد white قم بتكبير تصميم قليلا هكذا white جيد جيد كل جيد جيد ثم اضغط على publish انتظر قليلا سيتم increasing للتصميم الخاص كما تشاهدون الآن نأتي الى الارباح التي تحصل عليها والموقع يدفع pioneer او paypal جيد تضغط على my icon هنا icon توجه الى هذه الصفحة تضيف ايمايل خاص بك paypal او pioneer بعدها اخواني هنا الارباح في هذا الموقع مثلا التصميم الخاص به ثمنه الحقيقي 17 دولار والموقع يقوم بخفض 35 سيبيعه 11 اورو يعني 11 اورو اكثر من دولار اخواني انت ستحصل على كل تصميم من 2 دولار الى 2.5 دولار او من 1 اورو عفوا الى 2 اورو كفائدة فالموقع تي شيرت كما تشاهدون يقوم باتباعاته على القميس ثم يرسله للشخص يأخذ 9 دولار 9 اورو وانت استخد من 1 اورو الى 2 اورو تصور اذا قمت ببيع اكثر من 1000 تصميم في هذا في هذه الطريقة المجانية لم نتعب في انشاء تصميم وايضا تصميم خاص بنا يأتي الشخص ويقول لي انه ليس ليس تصميم خاص بنا فهو قمنا بالتعديل عليه والصلاحيات خاصة بنا فهو لنا ايضا توجد منتجات من يريد مثلا الكمامة ماسك او هذا الكوب يستطيع الضغط وستحصل على ارباح هنا هذا الكوب ب 9.35 انت تحصل على 1 اورو على الاقل اخواني اذا تم بيع هذه الكمامة ثم تشاهدون ب 10 اورو كثيرة في هذا الموقع وتحصل على الارباح خاصة بك يكفيك فقط زيارات هذا الموقع وتستطيع اخواني لكي تعمل طريقة جيدة تستطيع اخذ هذا هذا التصميم كما تشاهدون هذا التصميم خاص بك تستطيع اخذ هذا التصميم ومشره في صفحة خاصة بك تقوم بانشاء صفحة فيسبوك خاصة بالتصاميم وتقوم بالترويج لهذه تصميم في صفحة الفيسبوك او وهنا الموقع يقوم بتقديم لك view my story story خاص بك عند الضغط هنا ستشاهد story الخاص بك فيه تصميم واحد تستطيع التعديل له اضافة صورة مثلا لوجو تستطيع اضافة اللوجو الذي تريد مثلا هذا اللوجو جيد سيب ميت وهنا تستطيع اضافة اي صورة خاصة بتصميم بالضغط على هذا الخيال واختيار المقاييس كما تشاهدون المقياس الذي تريد مثلا ساختار احد الصور وهنا لكي تشاهد اخواني انني عدلت على story الخاص بك شاهد كيف اصبح story الخاص بك اضافت له صورة وايضا صورة التي تريد وعندما تضيف تصميم ستجد هنا تستطيع انشاء الابوم انشاء كل شي ايضا تستطيع اخذ رابط التصميم الخاص بك وتوجه الى نافذة خفية عندما تقوم بوضعه في الفيسبوك سيظهر هكذا شاهد اخواني عفوا هنا ساقوم فقط بنسخ الرابط copy جيد لرابط التصميم وعود هنا اضغط على paste واضغط على entry تشاهد ان التصميم سيظهر باحترافية هنا كما تشاهدون هذا تصميم عندما تقوم بارضه في في الفيسبوك سيظهر هنا كما تشاهدون وهنا كل المنتجات الخاصة بك اذا اشترى اي شخص من هذه المنتجات تستطيع حصول على ارباح انا قمت بتقديم لكم طريقة التراند اخواني هذه الطريقة لن يصرح لك اي شخص فهي تقدم في الكورسات المدفوعة هنا اطبقها في اي موقع طلب وستحقق مبيعات كثيرة هذا هو درسنا اليوم وارجو ان تستفيدوا وايضا لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته